السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام هذه القناة المباركة قناة عرب هوسا تيبي تقدم لكم تردمة حفل الذي قدمه الهدي أبو بكر أتيف لترشحه لمنصب رئاسة نيجيريا تابعونا على القناة في لغة العربية والهوسا يمكن أن لا نتعاهد مع هذه الحكومة لأنها خذلتنا عن الدفاع إذا فذت برئاسة نيجيريا الفيدرالية مشكلة الدفاع هو الشيء الأهم الذي سأضعه نصب أينه كل القضايا الاتصادية لا يوجد كما يتمنى في حكومة حزب التقدميين للكل AFC فالحكومة التابعة لحزب التقدميين للكل AFC وجدت نيجيريا بدين لا بأس به أما الآن فقد تدين نيجيريا بـ 16% أضف إلى زيادة المتجولين لا يقل عن 9% أما الآن فيتجاوز عددهم إلى 33% وفي سنة 2015 وجدت الحكومة قيمة مرتفعة لنيرا من 197 إلى 400 وزيادة الآن وليس هذا هو التغيير الذي وإذا فُزت برئاسة نيجيرية سنحاول تغيير نمط قيمة نيجيرية إلى الأفضل يقولون فلنعود إلى الزراعة كيف نعود إلى الزراعة؟ ولسنا آمنين في الزراعة الأمة لا يستطيعون العودة إلى الزراعة في حين يخافون عن أنفسهم وعلى المختطفين مع أن الرؤساء متيقنون بأن الزراعة لا تتطور إلا بعد وجود الأمن في الدولة لدينا طرق مختلفة لتطوير عملية الزراعة في نيجيريا بعد أن فازت حزب كل التقدميين للكل AFC لرئاسة نيجيرية دانت على الدولة بديون مختلفة ونحن سوف نحاول في اتصار هذا وأيضا سوف نبني بناء خاص للمحتاجين واللاجئين أكثر من 100 مليون ليس لديهم وظيفة في نيجيريا والتربية والتعليم مجانا لكل النيجيريين أنا أعرف قيمة العلم جيدا لو لا العلم لما قام شخص مثلي من أبناء قرية مجهولة لمحاولة تطوير نيجيريا وأنا أسست مدرسة خاصة في قرية من حضانة إلى الثانوية والجامعة وأما عن تنفيذ الحكومة لدي نظام خاص يساعد هذه الدولة ونحن سوف نعمل معا لتطوير هذه الدولة وهذا النظام سيؤدي إلى التساوي بين طبقات مختلفة في نيجيريا وهذا هو الهدف الأساس لحزب الشعب الديمقراطي في ديفي ومن جانب الحكومة أنا متأكد أنني سوف أؤسس حكومة لا مثيل لها لذا سوف نطلب كل من المناطق النيجيرية الانضمام إلى بناء نيجيرية جديدة ليس لدي أناس معين لتحقيق ذلك بل سأطلب يد كل من لديه فكرة لبناء نيجيرية جديدة وإنقاذها إنما كانت عليه أريد أن أبني الحكومة مع الشبان فالشبان لديهم هوية اختراع وانفعال لتغيير نيجيريا إلى الأفضل وأنا الآن أشعر نفسي كأنني راشد صميني راشدا شكرا لذا هذا النظام يبدأ من الكبار منحدرا إلى الصغار لابد للحكومة أن تحيا بحياتها كي تحيا نيجيريا بسلام ومن جانب ميزانية نيجيريا